النهاردة تم عقد اجتماع في وزارة الزراعة حضروا فريق انتاج تقاوي الخضر بمعهد البستين لبحث آخر مستجدات وتطورات العمل في برنامج هذا الانتاج ووضع خريطة طريق لكل محصول بأليات التنفيذ مع خطة زمنية محددة وكمان أليا للرقابة والمتابعة والتقيين ده في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز جهود انتاج البذور ذات الجودة العالية والعمل على تحسين جودة الانتاج الزراعي فضلا عن تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج لمزيد من التفاصيل حول هذا المشروع معانا على التليفون دكتور عادل عبدالعظيم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية دكتور مساء الخير ويريد تعرفنا أكتر على طبيعة البرنامج الوطني الخاص بانتاج التقاوي وآخر المستجدات في هذا الأمر يا فانت مصر بتزرع في حدود 2 مليون فدان بمحاصيل الخضر المختلفة في خلال الفترات السابقة كان بيتم تغطية هذه المساحة بالتقاوي المستوردة بما يزيد عن 98% يعني تقريبا كل التقاوي التي كانت تغطي هذه المساحة بيتم إيساراتها من الخارج من خلال الفترة السابقة في خلال السنة التي فاته تم تتشين البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر وفي مرحلة أولى تم تحديد عشر محاصيل من محاصيل الخضر المختلفة لها الطماطم والخيار والفلفل والبزنجان والبسلة واللبيا والبطيخ والقساء والإنكتلوب العدف الأساسي لوزارة الزراعة أنها توفر التقاوي لهذه المحاصيل عشان نزرع في مصر تقاوي منتاجة محليا بدل من هذه التقاوي المستوردة الحمد لله ربنا وفعنا في خلال الفترة الفاتت وسجدنا وأنتاجنا في حدود 25 صنف وهجين لهذه المحاصيل هذه الهجن تم إنتاجها وتقييمها ومقارنتها بالهجن المستوردة والحمد لله هذه الهجن ذات إنتاج جيد وصفات الجون المميزة للمنتج المصري اللي هي زودة الاتصادرات المصرية في الفترة الفاتية أيضا تم تقييم هذه الهجن بوسطة الشركات العالمية طبعا أنا حضرك عارفة أن في شركات عملاقة بتعمل في مجال الخضر من سنوات ولدها خبرات طويلة وعريقة جدا في هذا المجال تم تقييم بعض الهجن المصرية لهذه المحاصيل في مزارح هذه الشركات عشان برضو نقف ونعمل يعني نحدد بالضبط إحنا فين بالنسبة يعني صفات المنتج المصري بالمقارنة بالمنتج الأجناء والحمد لله في بعض الشركات بتسعى أنها تتعاقد على شراء هذه الهجن وتبدأ في تصديرها خارج مصر بينناها تعالى ممتاز إيه أهم الخطوات التنفيذية اللي تمت في البرنامج الوطني لإنتاج البذور ذات الجودة العالية من حيث الكمية النوعية مقاومة الأمراض كمان يا دكتور زي ما قلت يا حضرك بالضبط كده احنا طبعا الهدف الأساسي من البرنامج أن احنا ننتج أصناف ذات انتاجية عالية ذات صفات جودة متميزة من سواء من الزوء النباتية من السكريات الصفات المنتج اللي بيفضلها المستالك المصري طبعا برضو هجن مقامة الأمراض والحشرات علشان نقلل كمية المودات المستخدمة علشان لما نصدر ما يكونش فيه عيب في المنتج المصري وبتزود صفات جودته وجودته العالية بحيث يكون في إقبال عليه وده اللي كان واضح في الفترات السابقة هو بالذات في السنة الثانية اللي فاته 2020 الفترات المصرية وصلت أكثر من خمسة واثنين من عشر مليون طن النهاردة بنتكلم في ثلاثة ونص داخلنا على الأربعة بزيادة من خمسة عشر لعشرين في مئة عن السنة اللي فاته وده بأكد أن احنا على الطريق السليم بالنسبة لإجراءات اللي بتخلصها لدولة ووزارة الزراعة بالنسبة للمعامل وبالنسبة للجودة والمحافظة على أسواق الجودة علشان المنتج المصري يغزو الأسواق العالمية وده فعلاً اللي تم الحديثة أنا بنصدر النهاردة أكتر من ثلاثمائة دولة بتستورد لمنتجات المصرية منها الاتحاد الأوروبي منها اليابان منها أسبانيا وده دول عريقة ودول كبرى ما كانش بيتم في السابق يعني طب ايه أهم الجهات المعاونة ليكم في هذا البرنامج يا دكتر بس حضرتك احنا بنتعاون مع كل الجهات اللي لها علاقة بالبرنامج احنا بنتعاون مع الجامعات المصرية جامعة القاهرة جنوب الوادي كيف الشيخ مثلا على سبيل المثال بنتعاون مع المركز القامل البحوث بنتعاون مع أكاديمية البحث العلمي بنتعاون مع مركز بحوث الصحراء هو بوزارة الزراعة بنتعاون مع الشركات الأجنبية كل كيانات اللي لها علاقة بإنتاج تاوي لنا علاقة مباشرة معها وفي مشروعات مشتركة معها الهدف الأساسي أننا نجمع أكبر قد من المواد الوراثية والعلماء الموجودين معنا اللي هم درسوا في الجامعات العالمية وفي الدول المتقدمة عشان نستفيد من هذه الخبرات في هذا البرنامج هل بقى في عندنا نقول أصناف جديدة هتشتعلوا عليها للمحاصيلة الزراعية المحلية وأهمها إيه؟ تحضرتك طبعا أصبع عندنا زي ما قلت السابتك سجلنا 25 صنفوهجين عندنا مثلا الطماطم عندنا خمس هجن يعني اخترنا الاسم لهم طبعا F-16 وF-35 إلى آخره واخترنا أن احنا اختر الF-16 بالمقارنة بالطيران الاسلاحي الطيران المصري أن احنا عاوزين نعمل الانطلاقة عاوزين أقول لي سابتك أن فيه هجن من هذي الهجن تم تقييمه فعلا زي ما قلت الحريك مع الشركات الأجنبية وتفوقت على معظم الهجن المستوردة في صفات الجودة وتساوت معها في صفات المحصول وفيه قبل جيب كبير جدا أن احنا نصدر هذه الهجن إن شاء الله بعد ما نغطي السوق المصري عندنا حضرتك بروتوكولات تعاون مع بعض الدول العربية زي سوريا زي العراق زي الأردن السودان وجنوب السودان عندنا إمكانية أن احنا نقيم هذه الهجن في بعض الدول الإفريقية في نميبيا وفي زنبيا وفي زينزبارد الدول اللي مصر لها عشر عندنا عشر مزارع إفريقية موجودة في إفريقيا ومصر يتصرف على هذه المزارع عاوزين إن شاء الله نتخذها كنقاط نحن ننطلق منها إن شاء الله ونغزو الأسواق الإفريقية والأسواق العربية بإذن الله تعالى إن شاء الله بشكرك شكرا جزيلا دكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية ترجمة نانسي قنقر